رغم الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا بتحوراته، فإن الإصابات بلغت قرابة 256 مليون، والوفيات زهاء 5 ملايين جراء الفيروس على مستوى العالم. وتواجه القارة الأوروبية خطر وفاة نصف مليون شخص آخر في فصل الشتاء، إذا لم تقدم دول الأوروبية على تجديد القيود وتكثيف حاملات التطعيم بحسب تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ. لكن مع بدء إجراءات التجديد الجديدة، خرجت احتجاجات شعبية ضد ما سماه المحتجون في النمسا دكتطورية الفيروس، خصوصاً وأن السلطات قررت حجر سكانها بالكامل لمدة عشرين يوماً، بعد أن بلغ عدد الإصابات مستويات غير مسبوقة من ربيع العام الماضي، وهو الإجراء الذي تجمع أكثر من أربعين ألف شخص للتنديد به. وفي هولندا، خرجت احتجاجات تسمت بالعنف وإدرام النار في السيارات، ما اضطر قوات الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز والرصاص ليصاب ثلاثة أشخاص، كما ألقي القبض على 51 شخصاً، نصفهم دون الثمينة عشرة. ووصف وزير العدل فيرد جرابرهاوس العنف المفرطة ضد الشرطة وأفراد الإطفاء في مدينة روتردام بالتصرف المقيت، وإن كان للمحتجين رأي آخر، فهم يفضلون تعايش مع الفيروس بدلاً من تجديد الإجراءات. فرنسا أكداً قررت إرسال قوة من الشرطة الخاصة لاستعادة الأمن والنظام في مقاطعة جوادلوب في البحر الكاريبي. بعد أن شهدت الاحتجاجات ضد القواعد الصحية لمواجهة كورونا أحدث شغب وأعمال عنف، جرى خلالها اعتقال 31 شخصاً، كما فرضت السلطات الفرنسية حظراً للتجوال في المقاطعة حتى 23 من الشهر الجاري. أرسلنا 2250 ضابط الشرطة للمساعدة على استعادة النظام، علاوة على إرسال 50 من عملاء وحدة مكافحة الإرهاب، إثر استهداف قواتنا بالذخيرة الحية. كما خرج الألف في شوارع العاصمة الكرواتية زغرب تعبيراً عن غضبهم من إلزام موظف القطاع العام بأخذ اللقاح. ألمانيا هي الأخرى قررت تجديد الإجراءات لمواجهة الفيروس إذ تخاطى عدد الإصابات خمسين ألفاً يومياً، وهي المرة الأولى التي تصل الإصابات فيها إلى هذا الرقم منذ بداية الوباء. لذا بدأت الكثير من الولايات المتضررة فرض قيود عن الأشخاص غير الملقحين، واعتباراً من الأثنين ستمنعهم السلطات في برلين من دخول الأماكن المغلقة. ترجمة نانسي قنقر